مجالس الطيبين الحمد لله الذي جعل الموت مستراحا للمؤمنين المتقين وغصة وحسرة على الفجرة والكافرين ثم الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة فنقلوا من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحول ومن التنعم بالجوار والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان فانظر هل وجدوا من الموت حصنا وعزا أم اتخذوا من دونه حجابا وحرزا أحمده تعالى على ما أولى به من العظة والعبرة وأسأله عز وجل أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين أشهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير الأنام أرسله الله تعالى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ثم قبض الله تعالى روحه فكان صلى الله عليه وسلم في جوار ربه بعد أن قال الله له إنك ميت وإنهم ميتون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا عباد الله اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ولن ينفعكم عند الله تعالى إلا تقواه ومن يتق الله يجعل له مخرجا إنما يتقبل الله من المتقين تزود من التقوى فإنك لا تدري تموت بليل أو تعيش إلى الفجر تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد وتب مما جنيت وأنت حي وكن متهيئا قبل الرقاد ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى عباد الله لا يلبث المرء بين الحين والآخر أن يسمع فلانا مات فلان مات مات فلان فلان الذي كان يمشي بيننا ويأكل معنا ونلقاه في صباح أو مساء ونلقاه في فرح أو ترح فلان الذي كان آمنا في سربه سائرا بين أهله يدير شؤونه ويهتم بأموره ويصلح هذا ويخطط لهذا ويضع هذا بدلا من هذا ويرحل من بلد إلى بلد وهكذا يمضي في هذه الدنيا إذا بالخبر ينزل كالصاعقة على أهله ومحبيه مات فلان هذه الكلمة مات فلان لا بد أن تكون في سجل كل أحد من الأنام ففلان الذي في سيرته والذي في الحديث عنه ولد يوم كذا وفي بلد كذا ونال شهادة كذا وحصل على المناصب كذا وكذا ونال من الدنيا كذا وكذا وتزوج وسكن وفعل فلا بد أن يختم كل ذلك في النهاية مات فلان لا بد أن يلحقه هذا الموت كما قال الرحمن جل جلاله كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الحسن البصري حين قال فضح الموت الدنيا فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا أي ما ترك لصاحب عقل أن يفرحا وهو يذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات كم دخل الموت المساكن وأتى إلى الدور ومضى إلى القصور وأتى إلى أناس كانوا مجتمعين ففرق بينهم وشتتهم وجعلهم شذر مذر فهو بحق هادم اللذات ومفرق الجماعات هو اليقين الذي لا شك معه ولذلك وصفه الله تعالى باليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فالناس يشكون في كل شيء حتى في إلههم وربهم يشكون في المعاد يشكون في الجنة والنار يشكون في صدق القرآن وفي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صدق الإيمان ولكنهم مجمعون فيما بينهم على صدق الموت أن الموت حق وأنه لا بد أن يموت فليس لأحد خلود لا يخلود أحد في هذه الدنيا ولو كان من الأنبياء والرسل قال تبارك وتعالى وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ من قبلك الخلد أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كل نفس لا بد أن تشرب من هذا الكأس كل نفس لا بد أن تذوق طعم هذا الموت وما طعم الموت طعم الموت مر كالحنغل طعم الموت أليم على الإنسان كوقع السيوف على الجسد قالوا في الموت سكاراته كضرب بالسيوف وكنشر بالمناشير وكقرض بالمقارض هذه سكارات الموت التي قال عنها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في مرض موته وهو يضع يديه الشريفتين في الماء ويمسح بهما وجهه ليخفف آلام الحمى ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكارات تقول أمنا عائشة رضي الله عنها التي عاينت النبي عليه الصلاة والسلام والله ما أغبط أحدا بهون موت بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه السكارات هذه الغيبوبة التي تنال من ينزل به الموت هذه الغيبوبة وهذه السكارات كالطعنات التي تطعن في كل جزء من أجزاء جسد الإنسان ذلك لأن هذه الروح تعالج فتخرج من هذا الجسد وتتجمع حتى تصل إلى الحلقوم وعند ذلك يعاينها ملك الموت الذي يعالجها والذي يجاهدها فإن كان برا مؤمنا فإنه يأخذها نشطة سهلة يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب اخرجي اخرجي إلى روح من الله وريحان فتسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء فيأخذها فيأتيه ملائكة الوفاة من أهل الجنة بحنوق الجنة وكفن الجنة فلا يدعونها في يده طرفة عين فيأخذونها فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة إلا ويشمون منها رائحة أطيب مسك وجد على ظهر الأرض فيقولون ما هذه الروح الطيبة فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا مات فلان هذا الفلان المؤمن هذا المسلم المصلي هذا المتقي هذا الذي كان يحذر من الله ومن غضبه وسخطه وهذا الذي كان يتلمس رض الله سبحانه وتعالى في كل أقواله وأفعاله هذا الذي مات في الدنيا ولو كان فقيرا ولو كان ضعيفا لا يذكر لا تذكره القنوات ولا تتحدث عنه الصعف والمجلات ولا يتحدث الناس عن موته فيقام الحداد هنا وهناك ولا تنكس له الأعلام ولكن السماء تحتفي به ولكن السماء تحتفي به فلان ابن فلان يشيعه من كل سماء مطربوها إلى أن يأتي إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى يحكم على هذه الروح ويحكم على فلان الذي مات من المؤمنين المسلمين أكتبوا كتاب عبدي في علي وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون كتاب مصير محتوم يشهده المقربون من الملائكة هناك احتفال بهذه الروح احتفال السماء بموت فلان احتفال الملأ الأعلى بموت فلان يشيعه من كل سماء مقربوها وأما إذا كانت نفسا شريرة نفسا فاجرة كافرة عاصية متمردة على الله تبارك وتعالى فيعالجها ملك الموت يأتي إليها ملك يأتي إلى هذه النفس ملك الموت فيخاطبها خطاب الغضبان خطاب الساخط على هذه الروح أخرجي أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث فتفرق هذه الروح وتجري منه وتتمسك بالجسد الآثم فيضع هذا الملك ملك الموت الذي وكل بكل نفس هل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يعالجها بشدة وبقسوة قال تبارك وتعالى والنازعات غرقا أي الملائكة الوفاة تنتزع أرواح الكفار والفجار عندما تغرق هذه الأرواح في الأجساد الآثمة يأخذها فينتزعها يقول عليه الصلاة والسلام فينتزعها كما ينتزع الشوك من الصوف المبلول السفود من الصوف المبلول فتتقطع العروق ويجد من الآلام والله لو قدر لأحدنا أن يتصور ما ينزل بهذا الكافر من الآلام التي لا نحسها ولا نشعرها ولا ننتبه إليها فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين هذه الروح التي تفرق في ذلك الجسد ما الذي يحدث لهذا الفاجر وما الذي يحدث لهذا الكافر من الآلام أمر عجيب يقول ربنا سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت يعني لو قدر لكم أيها الناس أن تروا الظالمين وهم في غمرات في سكرات الموت والملائكة تباسط أيديهم أخرجوا أنفسكم أرواحكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتنا تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ تُحَاسَبُ وَحْدَكْ تَأْتِي وَحْدَكْ تَمُوتُ وَحْدَكْ تُبْعَثُ وَحْدَكْ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ تَرَكْتُمْ مَا وَرَاءَكُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَمِنَ الْأَوْلَادِ وَمِنَ الْمَسَاكِنُ أما الأموال فقُسِّبت أما الأزواج فتزوجت وأما المساكن فسُكِلت هذا خبر ما سيحدث لفلان إذا مات فإذا جاء ملائكة الوفاة إلى النفس الشريرة وأخذوا ذلك تلك الروح الخبيثة يضعونها في كفن من النار وفي حنوط من النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة تشارك ملك الموت في التعذيب لهذا الكافر أو الفاجر تضرب وجهه وتضرب دبره وتذله ذلة تكون هي البداية للذلة التي تنتظره في قبره والذلة التي تنتظره يوم القيامة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وتعبها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والشجر والدواب فإذا أخذوها ووضعوها في ذلك الكفن من النار وفي ذلك الحنوط من النار خرجت كأخبث ريح وجد على ظهر الأرض فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا وقالوا روح من هذه؟ ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا عندما يبوت فلان الفاجر أو الكافر تتحدث عنه وسائل الإعلام بالألقاب وبالأسماء وبالصفات ويتحدثون عنه وتعقد له المحافل وتنكس له الأعلام ولكنه هناك في السماء يذكر بأقبح أسمائه ويذكر بأقبح صفاته أي شيعه أحد من الملائكة مقرب الملائكة تنفر منه الملائكة تفر منه فإذا جاء إلى السماء الدنيا قبل أن يصل إلى السماء السابعة لا يفتح الله له بابا من السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار فيقول الله يحكم على هذه الروح أكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلة وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ما قال الله يشهده المقربون قال ويل يومئذ للمكذبين فهذه روح وهذه نفس لا تتشرف لا يتشرف ملك بأن يقترب منها وأن يحضر هذا المصير فالله لم يذكر المقربين في مصير أصحاب الجحيم هذا الموت الذي سيطال كل أحد فينا وكل أحد منا صغيرا كان أم كبيرا الغافلون يفرون من ذكر الموت ويكرهون يكرهون أن يذكروا بالموت وترى الواحد منهم إذا سمع موعظة من الموت فرّى وانقبضت نفسه ولا يريد لأنه يغش نفسه وكأنه في الدنيا سيخلد فيها وكأنه خالد مخلد في هذه الحياة إن الغافلين يكرهون من ذكر الموت أما الصالحون المتقون فإنهم لا يزالون يذكرون الموت في كل حين ووقت يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وهو الخليفة الراشد الأموي يقول لو فارق ذكر الموت ساعة لفسد قلبي لو فارق ذكر الموت ساعة لو أنني نسيت أن أذكر الموت لساعة لفسد قلبي لماذا؟ لأن أعظم ما يذكر الناس بالآخرة ما يتعلق بالموت والقبور ولذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حثنا على زيارة القبور وقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة وقد أخذ صحابته بهذه الوصية فكان الذنورين عثمان رضي الله عنه يقف على القبر فيبكي حتى يبل لحيته فيتعجب من حوله ويذكرون له هذا فيقول إن القبر أول منازل الآخرة نعم القبور أو القبر هو آخر منزل من منازل الدنيا لفلان الذي مات وهو آخر منزل من منازل الدنيا وهو أول منزل من منازل الآخرة أول منزل من منازل الآخرة ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على زيارة هذه القبور وأن يتأمل الإنسان نفسه وقد وضع في لحد من تلك اللحود كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول فكل واحد مننا لابد أن يصير إلى ذلك المصير جاء عند البزار بسند حسن وكذلك الحديث عند غيره عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس والناس يضحكون فقال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هاذم اللذات أكثروا أكثروا من ذكر هاذم اللذات هاذم أي قاطع اللذات أي الرغبة في الشهوات أكثروا من ذكر هاذم اللذات يقول أنس رضي الله عنه أحسبه قال أي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ما ذكر في ضيق من العيش إلا والسعة وما ذكر في سعة من العيش إلا ضيق عليه الموت ما ذكر في ضيق من العيش في إنسان تضيق به الدنيا تضيق به المعايش تكثر عليه مشاكل الدنيا تحيط به الديون والهموم فإذا ذكر الموت سري عنه وعرف بأن هذه الدنيا ليست لحي وطن وإنسان يعيش في النعيم وفي أبهة الحياة فإذا ذكر الموت تنخصت عيشته ولم يجد سرورا في هذه الأشياء التي من حوله قال صلى الله عليه وسلم فإنه ما ذكر في ضيق من العيش إلا والسعة ولا ذكر في سعة من العيش إلا وضيقه عليه نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل موتنا ميتة خير وسعادة نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين والمسلمات أقول هذا القول وأستغفر الله فيا فوز المستغفرين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين إن الموت باب الآخرة وباب الانتقال من هذه الدنيا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون هذا الموت باب إلى الآخرة ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء إن هذه الموعظة عن الموت وعن الموت وعن موت فلان وموت علان فيما نتداوله اليوم ينبغي أن يكون رادعا لكل ظالم أن يترك ظلمه ولكل باغ أن يترك طغيانه إنه رادع لكل مراب أن يترك الربا ولكل زان أن يترك الزنا ولكل متفحش أن يترك الفحش إنه رادع لكل إنسان أن لا يكون في صف الظلمة والطغاه أن يبتعد عنهم كما قال ربنا تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار إن هذه الموعظة موعظة الموت موعظة رادعة للقلوب المؤمنة للتي توقن بأن ثمة سؤال وثمة وقوف عند الله تبارك وتعالى أما اللاهون الغافلون أما المعرضون الذين لا يلتفتون إلى هذه الموعظة فإنهم لا يزالون يحسنون الظن بأنفسهم ويعيشون أوهامهم حتى يفجأهم الموت فولان مات قد يموت وهو في كامل صحته وعافيته في حادث عرضي في سيارة أو قطار أو نحو ذلك من الحوادث الكثيرة التي تفجأنا اليوم والتي نسمع عنها اليوم كان في كامل صحته وعافيته ولكن الموت جاءه بغته وأخذه إلى من هذه الدنيا فجأة وهكذا مضى من هذه الدنيا قبل أن يستعتب وأن يتوب قبل أن يقوم بالتوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى فتوبوا إلى الله من قريب يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير لم يترك الموت لأهل النعيم نعيمهم فاطلبوا عيشا أو نعيما لا موت فيه اطلبوا موتا أو اطلبوا نعيما لا موت فيه فالنعيم الذي لا موت فيه نعيم الجنة كما قال ربنا تبارك وتعالى عن أهل الجنة عندما حدثنا الله سبحانه وتعالى بقول إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين إلى أن قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فأهل الجنة لا يموتون وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليهم فمن أراد نعيما لا موت فيه ولا تحول عنه فليعمل للآخرة أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يغفر لموت المسلمين اللهم اغفر لأخينا علي كمال علي اللهم اغفر له يا رب العالمين اللهم اغفر لعمنا عبد القادر اللهم اغفر لسائر موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة اللهم عافهم وعف عنهم اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وقلهم من هذه الدنيا إلى جنات ونعيم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا مما مضى اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا أعمار خير وبركة وبر وإحسان وتقوى يا رب العالمين اللهم املأ ما بقي من أعمارنا بالتقوى والإيمان والصلاح والإصلاح يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان فضلا منك ونعمة يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية إلى الحق إلا أظهرته وأيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا زوجا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا ضعفاء فقونا أقوياء بك فأعزنا اللهم انصر إخوانا للمستضعفين في كل أرض ومكان اللهم انصر المستضعفين في فلسطين اللهم قوّع زائمهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد رميهم وسهامهم اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم وانصر عبادك المستضعفين في العراق اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم عليك بالرافضة الحاقدين اللهم ندرأ بك في نحورهم اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم اجعل بلدنا آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم ولي على أهل السودان خيارهم اللهم ولي على أهل السودان خيارهم اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إن عفوك وعافيتك أوسع لنا يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة